نتائج عملية الطفان الأقصى على الداخل الصهيوني هزة العملية مش هتتقاس بالعدد ولا بالكيلو الهزة نفسها الفكرة مش في حجم الخسائر ولا في حققته العملية على الأرض ده 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 كتير كتير ويثمن للمقاومة حماس لكنه بسيط بالنسبة للانتجاه الإسرائيلي إلا أن التأثير الأقوى أنها هزة النهاردة حضرتك الجدار العازل برليف جديد للعالم مش لها هي مش موضوع كده في الدراء ونشوف الأخطاء فين ونتدركها لأ ده برليف جديد خالص شوقت مية جابوها على الأرض جرفها هزقته وقع وخلاص بقنا جوها فهي بتعيد حساباتها لذلك يبان ده في حجم الغل اللي بترد بيه على العملية ده غل مين قالت؟ يعني هي عازة تطهر قطاع غزة من عناصر حماس معلش أنا أتفهم الكلام ده لو العدو بتاعك أو الخصم بتاعك خصم نظامي جيش لابس أفرول مموه أخضر أزرق فأنا عارف إنما أنت بتقاتل مدنيين عارف منين أن ده حماس ده إحنا العربة والفلسطينيين نفسهم فيه عناصر من حماس هم ما يعرفوش إن هم حماس انت حتطهر إزاي؟ والله عندك مواقع بعينها فيه إحداثيات ليك فيها عليك عناصر مخابراتية قالوا لك فقذفتين ثلاثة من الجو قد يباني أنه منطقي لكن اللي انت بتعمله ده ده غير طبع انتقامي عشوائي يعني العمليات تحولت من إنها تبقى عمليات عسكرية من الكيان تجاه حماس خد الطبع انتقامي وبشكل عشوائي تتنسب ترضيا مع درجة الحرارة كل ما العملية الإسرائيلية تخف على قطاع عزة تعرف إن درجة حرارتهم بدأت تقل شوف بدأنا إزاي وبننتهي إزاي ما هو غل بحث فيش عسكرية لا فيه سياسة ولا عسكرية ما هو الموضوع يا سياسي يا عسكري اللي بيحصل النهاردة ده في العملية الفلسطينية دي يا ليه طابع سياسي يا عسكري سياسي مشترك أي أن كان حسب النسبة المقوية لكن رد الفعل ده مش عسكري ولا سياسي خالص اللي انت بتعمله ده وعارف كويس قوي وعدين يقول لك لا ده فيه ساروخ هايف من حماس نزع على المستشفى أي كلام هو الغل دلوقتي المؤشر كان على الله أحمر بقى لنا يومين تلاتة كده على البرتقاني شوية ينزع على الأصفر وعدين يخضر ده بيوصل لكل لكل اللي بيتابع العملية بوضع بمنتهى البساطة درجة الحرارة دي هتهدأ بسبب أنه معدل الإحساس بالانتقام والقتل والغل زي مواصفته ولا أنه ما كانش متوقع أيضا رد الفعل سياسيا من مصر يعني أنا بشوف أنه اللحظة اللي حصل فيها طفان الأقصى بدأ الضرب يعني قبل حتى أن يهدأ الضرب كان إيمانويل مكروب يتصل به فخامة الرئيس يوم سبعة في نفس اليوم وبعدين توالت الاتصالات بقى قادة زعماء وزراء خارجية مستشار رئيس حكومة ملك رئيس أمير إلى آخره لحد امبارح الناس لازالت تستمر في الاتصال بمصر ومن ناحية تانية وزي حتى بكلما نتكلم في الفاصل مصر كان بتدير ما بين العملية السياسية وما بين إدارتها لدخول المساعدات بشكل لافت للنظر أمام العالم كله ما فيش شك ما فيش شك إن إسرائيل واخد في اعتبارها كويس قوي وجود مصر على حدودها والعلاقة ما بين مصر وفلسطين لا يستجيوا سياسيا فقط ده عاطفيا ودينيا إحنا تاريخ النهاردة كان بيطلع من عندك قطر آخر محطة غزة قريب ما بتكلمش على آلاف السنين أيام الفراعنة صحيح كان بيطلع من عندك قطر من سيدي براني يخلص في غزة تمام كان تبعنا كان قطاع غزة يدار من قبل مصر حتى مصر آه قريب جدا في 48 يعني كان تبع مصر فلا هي عارفة كويس قوي إسرائيل عارفة كويس قوي ما كانت فلسطين بالنسبة لمصر بس هي يعيني يعيني من الأفا ما قدرتش تسيطر هي عملت اللي عملته زي ما قلنا بدفع الغل تحت سيطة جزة جزة على سنانها لوجود مصر في الموضوع عارف لو ما فيش مصر في الموضوع مع احترام لكل الدول العربية المحيطة بفلسطين وكل مهتم على مستوى العالم ما كانش لن تأخذ في الاعتبار كان الموضوع هيبقى لا لا كان يبقى اكتياح بري من أول يوم كان هيجيبها في 3-4 أيام شكرا بس هقول لحداك حاجة انت النهاردة يعني بلاش إن إحنا عسكريين بالبلد كده وإحنا مدنيين تحقق بدبابة وعسكري ماشي وراها بسلاح على الأرض أكتر ولا بطيارة هضرب بالطيارة وكل سامح وطيبي طيب وبعدين خدت إحنا دايما نقولنا في العسكري لأ أنا بتكلم على وجهة نظر إسرائيل هو عايز يصفي حماس مش بالطيارة طيارة دي هينزل تحت قصفة إيل مهما قصفت بالطائرة من أهداف أنت ما جتش ناحية عدوك الأصلي أنت دمرت له محطة مية محطة وقود خط بسكة حديد وبعدين ما العنصر اللي مسبب لك الأذى أصلاً لزال على قيد الحياة يبقى لازم دبابة وراها وما واحد بمدفع ماشي وراها بسلاح اللي بيسموها بقى إيه التحفز على الأرض الاحتلال الأرض احتلال الأرضي والتحفز عليها لازم يتم على الأرض طيب هي كان عليها بإيه أنها تبتدي بضربة جوية لمدة خمستاشر يوم من النهاردة ثم لسه بنفكر في الكتاح بر هيحصل ولا مش هيحصل اللي وجود مصر يعني هي اكتفت بالكابسولات خفض الحرارة الجوية زي ما لسه بنقول في سبيل أن هي تستغنى عن الأسرع والأقوى والأكثر تأثيراً وإنجازاً الكتاح البر اللي ممكن ما يحصلش بالمناسبة ليه؟ ده يسلمنا لإدارة المنفذ في دخول المساعدات النهاردة إسرائيل مهما كانت بتوزن مصر والدول العربية بأي ميزان كان ميزان قباني حتى بتوزن الرعاية الدول الأجنبية الصديقة بميزان الدهب في عالقين موجودين في قطاع غزة ما خرجوش من جوه إنسان يبقى فيك تحبار حتى لو مجمعينهم في خيمة وموقفين عليهم فرقة مش عارف إيه من إسرائيل عمليات خاصة تحميهم جوه القطاع يبقى ما فيش اكتاح برنا بولا حضرتك كده وده اللي مخليني لحد دلوقت ما خرجناش منهم حد تيجي تقول لي طيب طب انت استخدمت ده إزاي؟ المعلمة في إدارة دخول المساعدات وبالمناسبة المعلمة أصلاً مركونة على قلب جامد مفيش معلم هفق معلم يعني قلبه جامد فتوة الحتة عملي فتوة الحتة لعب بكل الكروت ما حرقش كلب الولد وبصر بالكومي ما حرقش قال إيه؟ أنتوا عايزين مساعدات؟ آه عايزين تطلعوا العليقين؟ آه هدخل مساعدات معلش أنا أعرف كلنا نعرف أن في دول عربية وغير عربية رؤساها ما يقدرواش له الجملة دي يؤثر السلامة عشان يخش هناك وشوفنا ناس مبارح خدوا بعضهم مميشيو وناس ما قالوش ما حطوش اسمهم في جدول الكلمات جاي يؤثر السلامة تمثيل مشرف ويا درما دخل اكشار لا يا قدمين لسا دي قضيتنا الكلام ده دي حتى من مصر فالمعلم عمل ايه؟ كلب الولد عايزين تطلعوا الناس اللي جوا آه يبقى ندخل مساعدات قصادهم فحطوهم في موقف حرج احنا منتكلم على مين؟ على بنيامين يتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل وجو بايدن رئيس أمريكا رئيس مجلس إدارة العالم آه اللي هو ملقاش حتة ينزل بها في طيارته لما عاهل الأردني والملك والرئيس السيسي قالوا له لا والله احنا مش جاهزين نقابلك روح احنا عندنا مستشفى احنا ملخومين في المستشفى رح عامل مؤتمر الصحفي في الطيارة مهزلة هل عندك دولة أو رئيس دولة يحط رئابته تحت المقصرة كده بالمنظر ده عشان خطر لا اصلي دي قضيع ده اقتناع احنا لو بندور على الشو والوقفة قدام المراية كان في حاجات كتير قوي قوي أكتر اه لا انا عبيض وسقفنا وكانت مصر دي اتعمل لها طقسة لام بالزاتون كده على الخريطة احنا عايزين ننجز احنا بندور على ما يفيد مش ما مش ما يجمل الوجه لا ما يفيد ايه لا والله احنا مش انت يا رئيس امريكا اهلا وسهلا ايه المشكلة يعني قد بالحضرتك ان ده القلم التاني القلم الاولاني امتى 18 سبعة فكر لما جو بايدن قال انا جاي يقعد مع مجلس التعاون الخليجي ازمة الطاقة في العملية العسكرية لروسيا على اوكرانيا بقى في ازمة وقود بيعاني منها الشعب الامريكي فقال انا عايز اقعد مع مجلس التعاون الخليجي منطقي العلم اللي بتصدر البترول للارض اه القوبك طب في وجود السيسي ليه هو قال كده انا عايز السيسي موجود عشان عارف انهم هيرجعوا له طب بس ادينا فرصة انفكر هو عايز ينجز فقال له هو موجود وكمان عشان التفكير واننا عاديين فكروا هو وانا قاعد فما كان منه من امير محمد بن سلمان سلم عليه بالابضة كده ورجع زي ما جه واسوأ بقى محل الانتقاد كل مواطن امريكا في الشارع ايه اللي روح وما خدش حاجة وما خدش برميل زيادة طب حنشوف ونقولك المرة دي والله ما احنا شجاهزين قابلك والله احنا فيه بس مستشفى كده وبالمناسبة دي سابقة تاريخية لم يحدث في التاريخ الحديث انه رئيس امريكي حضر لقمة ولقاء مع زعماء عرب فقالوا له لا روح خالص ده هو في السياني خلاص ده هو داخل وكأنه عالباب روح